جديد من برنامج فقه الحياة يقول الله تعالى في كتابه العزيز ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمواعدة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن في ظل فتن متلاحقة وأحداث جسام تمر بها أمتنا العربية والإسلامية اختلاط للمفاهيم وتزايد الهجمات الإلحادية واللا دينية أصبح تجديد الخطاب الديني وتطوير الخطاب الديني أمرا حتميا للخروج من دائرة التشتت والانغلاق وإصلاح الأوضاع المتأزمة في بلادنا فوجود الدعاية المستنير الفاهم لاحتياجات الأمة بات ضروريا للحصول على وجدان وعقل إنساني منسجم مع روح العص ومنفتح على ثقافات مختلفة دون تنازل عن الثوابت والأصول والهوية المميزة للمسلم حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا في استوديو فقه الحياة في هذه الحلقة فضيلة الدكتور أحمد الكلحي من علماء وزارة الأوقاف برحب حضرتك أهلا وسهلا مرحبا أهلا بك مشاهدين أذكر حضراتكم أنه يمكنكم التواصل مع الدكتور أحمد الكلحي في هذه الحلقة من برنامج فقه الحياة عبر موقع البرنامج على الفيسبوك والبحث يكون عن كلمة فقه الحياة باللغة العربية وليس باللغة الإنجليزية مشاهدين متواصلون معكم في فقه الحياة ولكن بعد الفاصل موسيقى مشاهدين الكرام وجدد التحية بحضرتكم وفضيلة الدكتور أحمد الكلحي من علماء وزارة الأوقاف بجدد التحية بحضرتك يا دكتور أهلا وسهلا مرحبا الحديث عن تجديد الخطاب الديني أصبح كثيرا هذه الأيام فبداية ما المطلوب أن نحدثه في الخطاب الديني الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أخرجت هذا العقل من ظلماتي وهديته النور المبين سبيلا أرسلت موسى بالتوراة مبشرا وابن البتولة ففجر الإنجيل وأرسلت ينبوع البيانة محمدا فسق البيانة وناول التنزيل صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا من قلت أدبني ربي فأحسن تأديبي ودائما كان قولك فقل ربي زدني علما هذا الخطاب الديني الذي مقتضاه يستطيع الداعية أن يصل إلى عقول الناس وإلى قلوبهم وهذه الدعوة لابد أن يكون الداعية له من مجريات الحديث الذي يتناسب مع روح العصر فعندما ننظر إلى التجديد في الخطاب الديني هو تجديد لفكر الداعية وإنما الدعوة في ثوابتها لا مساسة بالثوابت أبدا الثوابت ثابتة كالجبال الراسخة بل أشد رسوخة ولا يستطيع واحد من الناس أن يتكلم عن الثوابت مطلقة وإنما التجديد في فكر الداعية في أسلوب الداعية في فقه الأولويات في فقه الحياة اليومية عندما يتحدث الداعية عن فكر لأفكار العلماء الذين كانت أفكارهم تتناسب مع هذا العصر فلابد أن يكون مجريات الفكر تتناسب مع روح العصر الذي نعيش فيه كذلك عندما ننظر إلى فقه الشافعية كان هناك في بعض متأخر الشافعية يقولون بأن الرجل إذا عرى عن رأسه هذا لا يتناسب مع المرؤة ففي أيامنا هذه إذا كانت هذه الفتوى مفعلة إذن نحكم على عامة الناس بأنهم لا مرؤة لهم وهذا لا يتناسب مع ديننا ولا مع فقهنا ولا فكرنا وإنما الإسلام هو صاحب التجديد وهو صاحب التطوير وقال تعالى ويخلق ما لا تعلمون إذن الفقه العصري الذي نعيش فيه اليوم لا بد أن نتناسب تناسبا طرديا مع أفكار يستطيع الواحد مننا أن يبني ولا يهدم يجمع ولا يفرق الإمام الشافعي على سبيل المثال للحصر كان له فقه وفكر ومذهب عندما كان في العراق وعندما جاء إلى بلادنا مصر المحروصة جاء بفقه جديد فكر جديد وجعل له مذهب آخر يختلف عن فكره في بلاد العراق لأن البلاد تختلف عن بعضها البعض والداعية لابد أن يفهم ولابد أن يعي إذا كنت خطيبا في بلد لابد أن أفهم لغة البلد أي فقه البلد أي فكر الناس لابد أن أحدثهم بما يطيقون وبما يفهمون وهذا هو يتناسب مع قول المولى تبارك وتعالى ادعو إلى سيد ربك بالحكمة والمعظمة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن نعم طب فضيلة الدكتور صفات الدعية المستنير الذي لا يأخذ الدين كشيء جامد ولكنه يأخذه في إطار المجتمع الذي يدعو فيه يعني الفتوى في العراق تختلف عن الفتوى في مصر مثلا كيف يتم اختيار الدعاء وإعداد الدعية حتى يكون مناسبا للقيام بهذه المسؤولين الحمد لله بأن وزارة الأوقاف الآن تقوم على اختيار الدعاء بمعايير دقيقة جدا والأوقاف أنشأت يعني معاهد إعداد الدعاء وهيئة خاصة تسمى بالتدريب وهناك تجرى الاختبارات وبعد المحاضرات التي تعقد وبعد الدورات التي تأخذ تكون هناك الانتحانات وكذلك التقويم ليس الهدف من الامتحان للرسوب والنجاح وإنما الهدف منه لا بد أن يفهم الداعية بأن هذا الفقه الجديد الذي هو أصبح فقه يتناسب مع العصر لا أقول فقه جديد يختلف مع الفقه الماضي وإنما فكر متجدد الداعية الداعية عندما يتحدث عن فقه الأولويات أقول له أنت متجدد أنت متحضر هذا هو يدعو إلى وسطية الإسلام الداعي عندما يحدث الناس بأفكار غريبة على مجتمعاتهم فهو في واد وهم في واد آخر فعندما يخطب أحد الدعاء في قرية الماء ويتحدث عن الذين يذهبون إلى بلاد الكفر إلى بلاد مش عارف إيه وهو الناس يقولون بأننا لم نخرج من القرية إذن الخطبة التي ألقاها على مسامعهم لا قيمة لها ولا جدوى منها لأنه تكلم في أشياء هم لم يعرفون ما هي الأشياء التي أراد أن يتحدث عنها وإنما ظل يتحدث بحديث طويل خطبة عن تريها الذين يذهبون إلى بلاد كذا الذين يسافرون فقام أحدهم قال والله أنا منذ أن ولدتني أمي لم أخرج من هذه القرية إلا إلى المدينة لاستخراج البطاقة الشخصية كيف تحدثني جمعة وجمعة أخرى عن هذا الأمر جاءت وزارة الأوقاف وأحسنت صنعا باختيار موضوعات للجمعة وأصبحت الخطبة موحدة تتناسب مع فكر الأمة تتناسب مع مجريات الأحداث التي نعيشها طبعا البلد تمر بمرحلة من البناء والإعداد فالداعية لابد أن يقوم بدوره في هذا المجتمع الداعية ليس هو رجل يعني كالآلة التي يعني جامدة وإنما هو يتفاعل مع المجتمع الأمة الآن تحتاج إلى البناء تحتاج إلى التطوير وفي بلادنا والحمد لله نهضة يعني تنموية واضحة ومشاريع عملاقة فلابد أن يستمع من هو في أقاص الريف بهذه الأشياء من هو الذي يبلغ هذا هو الداعية من الذي يعني يبيل الناس بأن الأمور ليس كما يزعم بعض الغوغائيين الذين يريدون أن يصطادون في الماء العكر ويقولون بأن الناس أصبحت في غلاء على الجانب الآخر لابد أن يقول لهم بأن هناك إلى جانب هذا الغلاء هناك طوفان من البناء هناك مشاريع عملاقة إذن الداعية عندما يكون متطور عندما يكون مستنير الفكر عندما يختار الفتاوى التي فيها من التأشير يتناسب مع روح العصر لأن الفقه كما تعلمين سيدتي كله قضايا خلافية هذا رأي الإمام أحمد هذا رأي الإمام مالك هذا رأي الإمام الشافعي هذا رأي الإمام أبو حنيفة هذا رأي الإمام الأوزعي هو يختار الفكر الذي فيه نوع من تشدد ويقول هذا هو الفقه لا لابد أن يعرض الأمور جميعها ويأخذ بأيصرها وهذا هو فقه النبي صلى الله عليه وسلم ما خير صلى الله على حضرته بين أمرين إلا واختار أيصرهما ما لم يكن إثما الإمام أحمد تشدد في هذه المسألة لأن الحديث لم يصل إليه وكذلك مثلا قضية أخرى تشدد فيها الإمام مالك ولكن الإمام الشافعي له رأي لماذا لم تأخذ برأي الشافعي؟ المولى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر ولكن هذا الداعية الذي عنده أفكار مشوشة الذي أراد أن يضيق على الناس أراد أن يؤس الناس ويقنط الناس لا يأتيهم إلا بالأشياء التي فيها اللاءات وهناك موجود في الفقه انظر إلى الرأي الآخر انظر إلى الرأي الذي فيه شيء من الترجيح هذا راجع وهذا مرجوح وهذا الرأي الذي أخذ به الجمهور هذا رأي الإمام الشافعي هذا رأي الجماعة هذا رأي كذا وكذا وإنما هو طب اسمح لي فضيلة الدكتور البعض من دعاة التشدد هؤلاء يرون أن التبسيط والميل إلى قبول ما هو أيسر هو من قبيل التفريط هل هذا الداعية أو هؤلاء لأنهم ليست هؤلاء تنطبق عليهم كلمة دعاء لأنهم لم يتخرجوا من الأزهر وإن تخرجوا من الأزهر تمردوا على الأزهر وهذا يعني كالولد الذي يريد أن يكون عاقا لأبيه وإن كان في الأوقاف تمرد على الأوقاف وإنما أقول له أوما قرأت قول المولى تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر أوما قرأت إن هذه أمتكم أمة وسط فهذه الوسطية النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا واختر أيصرهما ما لم يكن إثما ولكن لكي يكون هو يعني الفقيه النحرير والعالم الذي لا شق له غبار يقول لا هذا حرام هذا لا يجوز وإذا جئنا بقول الشافعي قد يصيبه الغرور ويصيبه الصلف ويقول من الشافعي حتى بعضهم في مرقل من الغزالي قلت له حجة الإسلام الغزالي قلت لا أنا لا أعترف به قلت ومن أنت حتى لا تعترف بالإمام الغزالي الإمام الغزالي الذي يعني صاحب كتاب الإحياء وله قصور العوالي وله الكتب والمجلدات والمؤلفات ولكن بعضهم يصيبه الغرور بكلمة لا حتى يقول بأنني أنا الداعية وكأنه لا يكون داعية إلا إذا قنط الناس ويأس الناس ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهدى والنعمة المزدى عندما ننظر إليه صلى الله على حضرته نجد بأنه كان ميسرا صلى الله عليه وسلم وكان مبشرا صلى الله وسلم وقال تبارك وتعالى يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فالسراج المنير يقول ما خيرت بين أمرين إلا واخترت أيصرهما ما لم يكن إثما يأتي من يخرج علينا الآن ويقول التيسير هذا تفريط لا هناك فرق بين الإفراط والتفريط وهناك فرق بين التيسير والتفريط وإنما هم دائما يريدون أن يعيشون الناس في حالة من اليأس وفي حالة من القنوط ويتناسون الأثر بأن همالك رجل كان يؤس الناس ويقنط الناس فلما أوقفه المولى بين يديه قال له أدخلك النار كما كنت تقنط العباد من رحمتي لأنه يقول ورحمتي وسعت كل شيء فكيف برجل يؤس الناس ويقنطهم يطلق عليه كلمة داعية الداعية كالطبيب الداعية يضع العلاج الناجع في موضعه وإنما هم لابد أن تجدين منهم الغلزة والعنف وسمعنا بأنهم يبيحون القتل بل رأينا بأنهم يبيحون القتل لمجرد أن يختلف واحد من الناس معهم هؤلاء الذين جعلوا الإسلام من قبل الغير يوسم بأنه دين القتل ودين العنف من الذي علم الناس هذه العادة السيئة لأن هؤلاء يقولون بأننا مسلمون عندما تجدين هؤلاء في المطارات في أوروبا يسيرون الزعر لمجرد أن تجد الكاميرات تدفج إليهم سرعان ما أن يقولون هذا هو الإرهاب هذا هو الإسلام ولكن الإسلام منهم براء قالوا غزوتا ورسل الله ما بعثوا لقتل ولا لسفكدمي كذب وتضليل وسفصطة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم رسولنا رحمة وديننا رحمة والقرآن رحمة والمولى تبارك وتعالى يقول أنا الرحمن إذن هؤلاء من الرحمة براء ومن الإسلام براء لأنهم جهلاء لأنهم لا يقرؤون وإذا قرأوا لا يفهمون وإذا فهموا لا يطبقون نعم فضيلة الدكتور بعض المواطنين يحرصون على سماع هذه اللقات يعني الدعية الذي يتشدد في كل الأمور يرونه أنه هو الأكثر تمسكا بالدين فيقبلون على هذه الأفكار المتشددة رغم أن هناك ما هو أيسر منها ومباح وحلال أيضا ولكنهم يريدون الأصعب ده مرجعه بكل مرجعه الجهل أن هؤلاء أخذوا مساحة يعني أنا لا أدري كيف أخذوها في الماضي حتى العامة خدعت في هؤلاء رجل يتكلم عن الزهد وعنده شلهات موجودة يعني فيها من النعيم والرغد رجل يتكلم عن رجل ذهب إلى البنك وعنده في سويسر أموال بالملايين بل المليارات إذن هؤلاء يخدعون الناس بكلمات جوفاء والبلهاء والفسطاء والذين لا عقل لهم يسيرون معهم أو من خلفهم معصوبين العينين لأن الرجل منهم يظن بأن الإسلام ما هو إلا هؤلاء أصحاب اللهات ولهم من الأساليب الملتوية التي يتقنصون فيها صيد العقول في أزمات يختارونها ويقولون انظروا نقول لكم هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام ولكن أوى ما نظرنا إلى سلوكياتهم الرجل الذي يتزوج بزوجة وأخرى 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 ويتكلم عن الزواج وعن الإصراف في الزواج أقول له هل لا تأسيت برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ننظر إلى حياتك أنت أنت تعيش حياة البزخ هذه زوجة لها فلا وهذه زوجة لها قصر منيف وصيارة إم دبلو ولكن ما سمعنا بأن العلماء من سمتهم هذا النعيم وهذا الرغط ومع ذلك البسطاء والفقراء يسيرون خلف لآتهم وسرعان ما أن تجد بأن الرجل منهم وقع في فريسة الجهل وأصبح من الإرهابيين يحطم المباني ويسوئ الحسن ويقتل نفس المحرمة تحت بأن الداعي فلان قد غره بكلمات معسولة ولكن وضع السم في العسن الإسلام لا يعرف هذه اللآت الإسلام عندما تحدث عن المعاملات وجدنا بأن الإسلام يطرح كل الآراء لا حياء من آراء الإسلام تقال فوق المنائر وتقال فوق المآذن الإسلام ما جاء إلا لكي يبشر الإسلام دين السماحة الإسلام دين اليسر المولى يقول يريد الله بكم اليسر وهم يقول نريد بكم اللآت ومع ذلك مأفونا العقل يسير معهم وصرعان ما أن يستخدمونه في التفجيرات وفي هدم الوطن وفي قتل الجنود وفي قتل الضباط وفي قتل العلماء وقتل الأبرياء وقتل الأبرياء بالله عليك أين هم من قول المولى تبارك وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا لأن هؤلاء يقتلون النفس والواحد منهم إذا قتل نفس كأنما قتل الناس جميعا ومع ذلك البسطاء والبلهاء يسمعون إليهم بأنهم علامة للعلم وعلامة للفقه وإنما الفقه منهم براء وعندما أقول العيب عندما أعطى بعض الذين كان لهم الحل والعقد في الماضي مساحة لهؤلاء حتى دخلوا عقول الناس فعشعشوا فيها حتى كأن الإسلام لا يعرف إلا من خلالهم الإسلام هو دين الوضوح الإسلام دين البساطة الإسلام دين السماحة الإسلام هو دين التعايش السلمي الإسلام هو دين المواطنة النبي صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة مع اليهود بل تعاهد مع اليهود ومعاهدة حرية المدينة في اليهود وكفل لليهود الحرية في عباداتهم وللنصارى في كنائسهم دخلوا النصارى وفد النجران إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتحاورون معه وقالوا يا محمد حان وقت الصلاة قال صلوا أين صلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذه الرحمة هذا هو ديننا ولذلك عندما يتزوج المسلم الكتابية لم يأمرها بأن تذهب إلى المسجد بل يدعها على دينها هذه كلمة ندين بها لله طب لماذا يترك هذه اليهودية على دينها نعم لأنه لو كان مسلما فعلا عاقلا لبيبا حكيما آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم سيكون أمينا عليها سيكون بارا بها سيكون رحيما بها سيكون لها سماء وأرضا تقول له هذا الدين لابد أن أدخل إليه ولكن إذا كان غير ذلك إذا كان يسرق منها قائمة الزواج إذا كان يعنفها ويضربها ويشتمها الإسلام منه براء الإسلام أعطاه أن يتزوج الكتابية على شرق بأنها هي تقتنع قد تبين الرشد من الغير لا يجوز لأحد أن يجبر أحد على الدين الدين لابد أن تكون فيه قناعة شخصية فإذا كان هذا الزوج الاجتزوج اليهودية يدعها على دينها حتى يكون لها الاقتناع الكامل تقول أنا آمنت بدينك وحت المولى وصليت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فضيلة الدكتور من آمن لآخر يخرج علينا بعض الدعاء ببعض الفتاوى يبحثون عنها في كتب التراث والكتب القديمة ويأتون بها الآن وهي لا تتناسب مع روح العصر ولا متطلبات الحياة الآن لإثارة البلبلة وإثارة حالة من النقد والتشديد هؤلاء أقول بأنهم مرتزقة عندما يذهبون إلى إشهار بعض القضايا التي كانت في مجتمع المدينة قضايا خاصة كقضية إغضاء الكبارة عشنا معها أيام طوال ولكن كنا هذه واقعة مخصوصة لظروف مخصوصة بأن الرجل كان يدخل على هذه المرأة فلما ترضعه كان الأمر خاص به لخصوص السبب ولخصوص الواقعة ولكن كبروها وعظموها حتى رأينا القنوات الفضائية تتناقلها كالببغاوات دون أن تعقل ودون أن تفهم بالله عليك عندما يخرج علينا من يقول بنكاح الوداع للزوجة التي قد ماتت أقول له أي دين أي مرؤة أي شهامة أي إنسانية الإسلام من كبراء أردت أن تدنس الطهرة في أجمل معانيه يا رجل إن العقدة عندما أجراه القاضي المأزون بين الرجل والمرأة في زواجهما قال لأحد الأجلين زواج إلى أحد الأجلين إما الطلاق وإما الموت فبطلاقها قد بانت خلاص أصبحت لا زوجة لك وبموتها أصبحت خلاص انفصم علاقات إحنا عقدنا القران يحل عقد القران يعني هذا عقد القران كأننا ربطنا ربط عقد القران يحل بوسيلتين الوسيلة الأولى الطلاق الطلاق الثاني أو الموت وعندما ننظر إلى هؤلاء أقول لهم بالله عليكم إنكم بعقلكم المتخلف تريدون أن تثبتون للعالم بأن الإسلام فيه كذا وكذا الإسلام ما قرأنا لا في فقه القدامى ولا هؤلاء العلماء على هذا العصر الحديث من تحدث في هذه القضية ولكن خرج مأفون العقل الذي يقول بالله عليك لو كان هناك مأتم في العمارة من يستطيع أن يفرح في هذا المكان الذي فيه ولكن الزوجة قد ماتت كيف يعاشرها فالإسلام منها براء هذه الفتوى ولكن هم يستندون إلى بعض الكتب فضيلة الدكتور يعني هو يذكر أنها ذكرت في كتاب كذا وكتاب كذا وهذه أتحداه أتحداه نعم أتحداه هذه الكتب التي أراد أن يثبت بأنها فتوى نكاح الوداع أقول فتوى مضل له هذا مسيلمة العصر هذا كذاب العصر هذا فاسق العصر الإسلام يقدس الحياة الزوجية ويحترم المرأة ويحترم مشاعر المرأة المرأة ليست سلاجة أو بتجاز أو قطعة من الأساس المرأة كيان المرأة روح المرأة إنسانية سيدنا بل سيد ولد آدم كان يحترم السيدة خديجة وهي في القبر فعندما تأتي إحدى العجائز يقوم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا سيدي وعندما تسأله السيدة عائشة لما تقوم لعجوز يا رسول الله قالت قال هذك تزور على أهد خديجة فعندما جاء الفتح الأكبر وانتقلت السيدة خديجة إلى رحمة الله جاء جبريل يقول له يا محمد كفى بكاء على خديجة خديجة في الجنة في قصر من ذهب لا تعب فيه ولا نصب فكان سيدنا عقيل قد باع بيت النبي في المدينة فقالوا الصحابة يا رسول الله نشتري لك بيت نبني لك بيت قال لا انظري ابن لي خيمة عند قبر خديجة فهذا الحبيب الذي أعطى لخديجة رضي الله عنها هذه المنزلة العالية يخرج علينا من يريد أن يلوس الفقه الإسلامي الناصع في بياضه بل العالي في فقهه وفي يعني دائرات معارفه ويقول هناك نكاح السمين نكاح الوداع هذا لا يتناسب مع الفقرة لا يتناسب مع الدين لا يتناسب مع الإنسانية لا يتناسب مع شهانة الرجل لا يتناسب مع كرامة المرأة لا يتناسب مع قدسية الموت وحرمة الميت نعم هؤلاء أرادوا أن يخرجون لنا مسيلمة جديد في هذه الفتاوى والله المستعام على ما يصفون وإلى الله المشتكى أما الحبيب صلى الله عليه وسلم فسيظل محمد باقي ما بقي الدنيا الرحمن وسيعلو صوت الله في كل زمان ومكان بإذن الله فضلات الدكتور البعض من غير المتخصصين يتصدى للفتاوى ما هو الظم الذي يقترف إذا كانت هذه الفتاوى خطئة حتى يستنير الناس ويعرفوا أن التصدي للفتاوى ليس بالأمر الهين هؤلاء الذين تحدثت عنهم آنفا وقلت هؤلاء هم المرتزقة يؤتى بهم إلى بعض القنوات حتى يتسوقون الفتاوى ويشوشون بهم على عقول الناس ألبسوه عمامة أزهرية أو كتبوا شعار بجد كده مفكر إسلامي وهو لا يحسن فرائض الوضوء وجاءوا به لكي يصيبون السماء في علوها ببعض الأتربة أقول لهم لو تحولت لو تحولتم إلى كالناسين لا تسيرون العباب على السماء وتظل السماء هي السماء وإنما يعود الطراب على وجوهكم فعندما تأتون بهؤلاء الذين يتسوقون الفتوى وهم لا أهل الفتوى ولا أهل الفقه وإنما يشوشون على الناس كأنكم تريدون من الدين سخرية ولكن أقول إن شاء الله وزارة الأوقاف والأزهر يخرجون لنا قانونا عن طريق مجلس النواب يحضر على هؤلاء أن يكون واحد منهم مسيئا للإسلام أو للأدياني باسم الفتوى ولا بد أن يكون من يعتني هذه المنابر في الفتوى مؤهلا من الأوقاف والأزهر وإلا يعاقب تحت طائلة القانون نعم فضيلة الدكتور اسمح لنا نذهب لمتابعة مجموعة من الأسئلة جاءت للبرنامج عبر موقع الفيسبوك سؤال من الأستاذة مجدا جلال تسأل هل صلاة العشاء ممتدة طوال الليل إلى الفجر أم لها وقت محدد؟ الصلاة لها وقت اختياري ووقت اضطراري الوقت الاختياري عندما ننظر بأنك إذا كان هناك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا نعم هناك وقت مؤقت لإقامة الصلاة ولكن من كان له عمل في عمله اليومي يعني يمنعه إذا قام من جهازه أو من الآلة التي يعمل عليها أو من الطبيب الذي يجري عقاقير على بعض المرضى كتحاليل أو كأشعات وترك المريض على حالته قد يصاب بالأذى لا نقول له صلي في آخر الوقت وإن كان الوقت يمتد بك إلى آخر الليل فلا بأس وإنما تأخير الصلاة في آخر الوقت هذا وقت التنفل وإنما الصلاة لها وقت مخصوص إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابة موقوتة أي لها وقت موقوت أقته سيدنا جبريل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا وقت الظهر وهذا وقت العصر وهذا وقت المغرب وهذا وقت العشاء وهذا وقت الصبح وإنما لا بأس إذا كان لك عمل وهذا العمل اضطراري يجوز لك تأخير الصلاة عن وقتها لأن الضرورة تقدر بقدرها يعني الأستاذة مكدب تسأل تقدر تصلي العشاء أي وقت ما بين العشاء إلى أذن الفكر لها أن تصلي في أي وقت أي وقت نعم سؤال من الأستاذ سمير عبد الرؤوف يسأل ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ظل على الأرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو نور من نور الله وهذا الذي جاء في القرآن الكريم يقول مولى تبارك وتعالى لقد جاءكم من الله نور و كتاب مبين قال أحد العلماء المفسرين بأن القرآن هو الكتاب و النور هو سيدنا محمد و كان صلى الله عليه وسلم فعلا إذا مشى في الشمس لم يكن له ظل و إذا مشى على الرمل لم يظهر له أثر و هذا الذي جاء في صحيح السنة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا لستك هيئتكم و عندما كان صلى الله عليه وسلم يسير في مكان ليس له ظل حتى لا يداس بالأقدام المكان الذي مشى فيه رسول الله عليه وسلم و هذه خصوصية لرسول الله و لا غرابة في ذلك إن الله تبارك وتعالى قد أعطاه ما لم يعطي الكليم و أوصله إلى ما لم يصل إليه جبريل و وصفه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم نعم معنا سؤال من الأستاذة سلوى محمد تسأل عندنا في الريف يحصل كثيرا شراء الذهب بالتقسيد مع وجود فائدة فهل ذلك جائز علما بأن اقتناء الذهب في هذه الحالة يكون للاستثمار وليس للزينة العلماء قالوا بأن المعاملات بالتقسيد لا شيء فيها فهي حلال إذا كان يضع نفسه هامش ربح هذا لا بأس أن تكون البضاعة لها مكان معد كمحل تجاري ومعاملات معتمدة بأنه له بالتقسيد أنا ببيع مثل هذا بعشرة ولكن هذا إذا كان تقسيطا أن يكون مثلا بإحدى عشر أضيف جنيه آخر هذا من قبيل التسير على الناس لأنه ليس كل الناس عندهم أن يشترون سيولة وإنما لمرتبات الناس وظروف مقتدرة الحياة أن يسر عليهم وأن يبيع بالتقسيد ولا بأس أن يباع الذهب كذلك بالتقسيد طب فضيلة الدكتور سؤال الأستاذة السلوى يأخذنا إلى تمييز الذهب للاستثمار وليس للزينة هل هناك اختلاف في طبيعة الذهب في حين تقتنيه النساء للزينة ولكن إذا اقتنته بهدف الاستثمار هل هناك خصوصية لذهب الزينة؟ هو بالحق أن تشتري سواء تستثمرها للمستقبل أو تقتنيها لأولادها أو تتزين بها ربما أن تأخذ هذا الذهب مستقبلا تبيعه لحاجة لها كمن قبيل استثمار لا بأس أن هذا المال أنا أخذه أتربح به ولكن هذا ليس من قبيل الربا لأن الزهب إذا بودل بالزهب يكون من قبيل الربا وإنما هذا من قبيل البيع والشراء وأحل الله البيع وحرم الربا طب فضلت الدكتور ذهب الزينة للمرأة هل يخرج عليه زكاة مال أم أنه ذهب لاستثمار فقط؟ الجمهور قالوا الذهب للمرأة لا زكاة عليه إذا كان هذا الذهب لزينتها ولكن بعض الفقهاء قال لابد أن تخرج عليه الزكاة ولكن من باب التيسير مدام تتزين به وتتحلى به الجمهور قالوا لا شيء عليها نعم سؤال من الأستاذ محمد المصري أنام على طهارة ورغم ذلك أحلم بكوابيس فما الحل؟ أقول له إذا كان الأمر كذلك وتنام على طهارة فإن شاء الله لابد أن تقرأ أذكار المساء ولابد أن تعلم بأنك تنام على جنبك الأيمن ولابد أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الأقل ما دام تأتيك كوابيس على الأقل ما أتمره إن شاء الله إذا صليت على رسول الله لا تجد كوابيسا ولا تجد هموما لأنه لا هم يأتي لقلب صلى على محمد عليه الصلاة والسلام سؤال من عبدو عبدالله حصل مخالفة دينية تستدعي إطعام ستين مسكينا فما هي تكلفة إطعام الفرد؟ وهل يجوز التبرع بالقيمة لإحدى الجمعيات الخيرية؟ بالنسبة لقيمة الإطعام إطعام من أوسط ما تطعمون أهليكم يعني من الأكل الذي تأكله أنت إن كنت تأكل لحم لابد أن تخرج لحمة إن كنت تأكل عدسا لابد أن تخرج عدسا من هذه الأشياء التي أنت تتناولها وهذا من قبيل الأشياء الملزمة بأنك تستطيع أن تؤدي هذه الكفارة إطعام للفقراء والمساكين وهذا الإطعام لابد أن يخرج إطعاما لا يجوز لك أن تخرج الإطعام في إعمار المساجد أو تخرج الإطعام في إصناع المرافق كونك وتجعل مثلا كلدير أو مبردة أو كذا أو كذا لا هذا إطعام لابد أن يخرج طعام للفقراء والمساكين طب اسمح لي فضلت الدكتور إطعام ستين مسكين ده بيكون وجبة واحدة ولا بيجمع مجموع الوجبات الثلاثة اللي هو بيأكلها في اليوم ويحدد قيمتها ويطلع قيمتها الستين مسكين إطعام تفطار وغدى وعشى نعم شوفها تفطر بكام تتغدى بكام تعشى بكام هؤلاء الثلاث وجبات مثلا وليكلفوا مثلا نقول مثلا عشر جنيه هاك مثلا أو مثلا عشرين جنيه يب إذن هذا عشرين في ستين أو أربعين في ستين على حسب قيمة المدموع حكذا على حسب القيمة التي تتناولها أنت نعم اخرجها لإحدى الجمعيات حتى وإن كانت إطعام للفقراء فضلت الدكتور نقول إذا أخرجناها للجمعية نقول بأن الجمعية تنفقها في باب الإطعام نعم لأن الإطعام هنا مقيد فإطعام الطعام هو الكفارات التي بمقتضاها تمحى آثار اليمين ولكن إذا أردنا أن نخرج للمساجد هناك مواصفات أخرى لإخراج المساجد فعندما يكون إطعام يبقى إطعام بمعنى إطعام الإخراج يكون للفقراء والمساكين إطعاما أي طعام أكلا وشرابا لهؤلاء المحتاجين لكن يجوز إعطاها لإحدى الجمعيات إذا مشترط عليهم أنها تكون للإطعام يقول للجمعية بأنني هذا إطعام نعم سؤال الأخي من هل يجوز التسامح مع المجرمين على سبيل العفو عند المقدرة؟ نعم يقول تبارك وتعالى والكافمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إذن فمن عفى وأصلح فالله والصلح خير لكونك تعفو عنه بذلك تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول أنا أعفو عن من ظلمني وأعطي من حرمني وأتسامح في من ظلمني فإذا أردت أن تتأسى برسول الله فلابد أن تصنع العفو وأعلم بأن العفو من شيء من الرجال نعم أشكرك فضيلة الدكتور أحمد الكلحي من علماء وزارة الأوقاف على وجود حضرتك معنا أشكركم وتمنى لكم التوفيق ندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ البلاد والعباد وأحفظ مصر أنا واجعلها واحة الأمن والأمان يا رب العالمين أمين يا رب العالمين أشكركم مشاهدين على حسن المتابعة على وعد بلقاء جديد بإذن الله وحلقة جديدة من فقر الحياة شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة